مساء الخير على الجميع مساء الخير على حبيبي ومتابعيني وطلابي وكل الحبيب من كل بلاد العالم مساء الورد والفل والياسمين عليكم وعلى عيونكم وعلى قلوبكم السؤال ده انا حبيت ان انا اجاوبه هنا على القناة للجميع اتسأل على الجروب على جروب التليجرام فحبيت ان انا اجاوبه هنا عشان الكل يستفيد من الاجابة لانه انا مش عارفة اسمك ايه مجي مش حطة للاسم بتاعك بوضوح لانه انا حابة ان السؤال ده متكرر فحابة ان الكل يعرف الاجابة بس خاني قبل ما اجاوب اقول بس موضوع ان الاسم الواضح مهم جدا يا جماعة وانا كنت عاملة فيديو على اليوتيوب هتلاقوه على القناة بتاعتي ورابط القناة موجود هنا على التليجرام ان المهم ان احنا بقى حاطين يعني معرفين الهوية بتاعتنا بوضوح يعني لو اسمنا على اي سوشال ميديا نبحاطين اسمنا عشان ده تعرفنا يعني فاهمين طيب المهم يعني تفاصيل اكتر عن الموضوع ده لانه ليه علاقة بجذب الطاقة وجذب العلاقات جيكي في تسجيل على قناة اليوتيوب طب انا عايز اجاوب على زميلتكو او احد المتابعين اللي هي بتتبعني اهلا بيكي الكلام الكله معناه ان انت عندك جرح ايه اللي بيخلينا ايه الاسباب اللي بنخلينا نجذب او فيه انماط متكررة من العلاقات هي انه بيبقى فيه جرحة من الجروح الخامسة اللي انا عاملة دورة بيها اسمها دورة النسخة الاصلية موجودة هنا على قناة اليوتيوب بتحكي عن الجروح الروحية الخامسة او ترومة طفل الداخلي الخامسة اول لما انا الاقي يا جماعة ان انا في الواقع بتحصل معي احداث متكررة او بتتكرر معي في العلاقات نفس النمط اعرف ان المشكلة مش في الاشخاص المشكلة عندي انا في الداخل جواي انا في جرح اول لما بلاقي ان انا عندي انماط متكررة في العلاقات يعني بدخل بدخل علاقة ويحصل معايا موقف مثلا واحد اتنين تلاتة اي انتان اي هو واخرج من العلاقة ومدخلة يحصل ان انا ادخل علاقة تانية يتكرر معايا نفس الموضوع كأننا عمالة بغير أسامي الناس يعني اسمه مرة فلان ومرة اسمه علان لكن نفس الطبع نفس الطريقة معناه أننا المشكلة عندي عندي أنا عندي أنا في الداخل عندي جراح اسمها جراح الطفل الداخلي أو الجروح الروحية بتجذب لي أنماط معينة من العلاقات وبتفضل الأنماط دي بتحصل معايا في الواقع وبتتكرر إيه بإيه سبب تكررها هي عشان أنا استيقظ تفضل تتكرر لغاية ما أقول لا ده أنا اللي عندي فيه خطب ما يعني فيه عندي مشكلة ما محتاجة تداوى لكن مش هما لكن الفخ اللي ليجو بيوقعنا فيه إن إحنا بنفكر إنه هما وبعمل إسقاطي طلوقتي عليه هما ليه كلهم وحشين هما ليه الرجالة وحشة هي ليه الحياة وحشة هو أنا ليه بيحصل معايا كده هو أنا ناقصني إيه هو أنا ليه حظي وحش هو أنا ليه في الأول بتبقى العلاقة بتاعتي حلوة وجميلة وفي زهوتها بقى الحب الأولي بقى البدايات الجميلة وبعد كده تبدأ تحصل بقى الحاجات اللي هي المؤلمة كل ده أسبابه هي اللي أنا بقولها لك دلوقتي أولا إن فيه جراح داخلية أظن أنت هيبقى عندي جرح الفقد الهجر فيه جروح اللي هما من الخمس جروح الداخلية أنا في دورة النسخة الأصلية أنا سجلت جرح الرفض وجزء من جرح الفقد وهكمل يعني بسبب بس فترة لفاتت رمضان والعيد ودوشة يعني كتيرة كده أنا ما كملتش الجزء الثاني بس هكمله هينزل قريب جدا فبيبقى أول حاجة إن أنا عندي جراح طفل داخلي عندي جرح من الجروح ديت كل المشكلة إن أنا عندي طفل داخلي مجروح جدا فأنا الجذب بيحصل إزاي ورجعوا للتسجيلة تسمعوها بتاعت النسخة الأصلية أنا قلت إحنا بنجذب اللي كينونا عليه بجذب لو أنا من جوة في العمق عندي حزن روحي فأنا بجذب في الواقع أشياء شبه كده لو أنا عندي مثلا جرح الرفض فأنا بجذب ناس رفضيني مثلا أنا في حال إن أنا اللي رفضة كل مشكلتك معناها إن أنت محتاجة تعالج الطفل الداخلي الطفل الداخلي عندك متقلم ومجروح وبيجذب لك أنماط معينة من العلاقات وبتتكرر لغاية ما أنت اللي تستيقذي أول ما أنت بتشتغلي على تشايف الطفل الداخلي وبتعملي هيلينج لي وبتعوضي عن كل شيء هو يعني نقصه بتبدأ شكل العلاقات في الواقع بتتغير مش شرط تبقى أول علاقة تظهر يعني أنا عملت التشافي ما سيخاني نفترض أنا عملت التشافي أول علاقة هتظهر أقول إيه ده بس هو ده مش شرط عادي بس هي العلاقة دايما إنعكاس فهي بتبين أنا وصلت لغاية فين هي تلمومتر فهتلاقيه بيظهر الأفضل والأفضل والأفضل في دورة كيليو باترا للي متابع المنشورات اللي أنا بنشرها على إنستجرام وهنا على التليجرام وفي كل مكان إحنا هي عبارة عن جلسات تنظيفية بتحصل كل أسبوع ففيها تشافي عن الجرح مع الأم إحنا عندنا برضو جروح مع الأم وجروح مع الأب ومصلا الجروح الخمسة دول ليهم علاقة بالأب والأم فإحنا عاملين جلسات تشافي يعني أي ألم عندي تجاه من الأم جالي من الأم أو من الأب يعني حتى كنا إحنا لسه بنقول إن إحنا بنفضل نجزي بصور كتير من العلاقات لإن أنا عندي مشكلة مع الأب عندي جرح مع الأب ممكن هاجر الأم هو صغير ما كانش متواجد أسباب كتير جدا بتخليني لما أجبر وأبقى في سن النطج أو الشباب أو كده بقعد أدور على أبويا في الرجالة ليه بقى مش بدور أنا بدور على شعور أنا تحرمت منه وأنا صغيرة اهتمام مثلا فيه جوع عاطفي فيه يعني اتعرضت الإهمال مثلا فأنا محتاجة واحد يهتم بي قوي أوفر يفضل يشبعني فأول لما أنا بدخل في العلاقة أو أول ما الشخص أول ما أنت ما بتخش في العلاقة في الأول بتبقى جميلة لأن أنت يبقى عندك توقعات فأول بقى ما هو يفعل عندك الشريك ده بيفعل عندك الجرح اللي جوه كل حاجة بتتغير فيبدأ يبقى تخش في ألم وتخش يبقى في وجع إما هجر أو رفض أو ظلم أو خيانة أو أي إن كان وبتتخيلي إن هو اللي بيبقى عمل كده حتى لو قطيه لأ هو فعلين هون اللي بيبقى عمل كده ما هو الكون بيجذب لك ناس تلبي يعني تقوم بالغرض هي أدوار هي الحياة كده مصرحية وفي أدوار بتتقدى فهم بيجذب لك أكتر أشخاص يفعلوا عندك الجرح ده يفعلوا عندك الهجر يفعلوا عندك الرفض يفعلوا عندك مثلا الخيانة يفضل ده يحصل معاك إلى أن أنت تستيقظي وتتشافي أول حاجة لسكة لطريق الشفاء هي التواصل مع الطفل الداخلي طبعا اليوتيوب غني جدا بدورات المجانية اللي عايز مجاني وتأملات للطفل الداخلي وفي دورات مدفوعة الأجر عن الطفل الداخلي أنا مقدمة دورة اسمها حب الطفل الداخلي ومقدمة كليوباترا وكل حد بيسمعني عنده أي مشكلة فأنا يعني في العلاقات بنصحه أنه هو يدخل الطفل الداخلي وكليوباترا فما عنديكيش إمكانية أنك تشترك وتدفعي فلوس اليوتيوب مليان تأملات أنا على قناة اليوتيوب حتى تأمل حب الطفل الداخلي حتى اختبار للطفل الداخلي يعني متكلمة كتير عن الطفل الداخلي وزومة لكتير جدا حكيين عن الطفل الداخلي وفي دورات متقدمة مجانية عن الطفل الداخلي وفي بفلوس في كل حاجة المهم أن أنتي أن اللي بيحصل معاك ده هو علشان بينبهت لشيء الشيء ده أنا دلوقتي فسرته لك يعني أنا شرحته لك بس أنتي امشي طريقك بقى فبدأي من النهار ده حطي نية أنوي الاتصال بتفلتي الداخلية أنوي أبسط حاجة يا جماعة لكل حد بيسمعني أن أنا أنا أنوي الاتصال بتفلتي الداخلية أتخيلني وأنا صغيرة أجيب أي صورة ليا وأنا صغيرة عندي خمس سنين سبعة سنين عشر سنين أول ما تولدت براحتك أي مرحلة عمرية بصي للصورة وقول لها التقنيات تاعت الهبونو الهبونو الغفران مثلا أنت اسمك أنا مثلا اسمي هبة هبة أنا أسفة أو طفلتي الداخلية أنا أسفة طفلتي أنا بحبك أرجوكي سامحيني شكرا أو أنا أسفة أرجوكي سامحيني أنا بحبك شكرا أنا أسفة كده أو أبص في المراية عناية كده أبص العناية في المراية وأقول إلى طفلتي الداخلية أنا أسفة أرجوكي سامحيني أنا بحبك شكرا يعملي ده يوميا طفلتك الداخلية هي اللي معاها كلمة السر للحل بتاعك في كل جوانب الحياة مش بس في العلاقات العاطفية وكمان في الفلوس في الشغل في كل حاجة فأرجو ان انا كون وضحت لك وضحت لجميع لان فعلا الموضوع ده انا عارف ان هو بقى مرهق وبنبقى مش عارفين ده بيحصل معنا ليه طب ايه الرسالة طب ايه القصد طب هي معقول الحياة بقى تقاملك كده طب احنا جايين بقى ليه نعاني بقى ولا ايه الحكاية فانا فاهمة الدي اللي الواحد بيمر بيه نتيجة العلاقات دي بس عايز اقولك انك لما هتستيقظي ولما هتوعي لطفلتك الداخلية انت هتشكري كل الناس دول وكل العلاقات دي لان هما سبب يعني عمان بيتكرروا عليك عشان يوعوكي لشيء هما مش عارفين يعني هما مش عارفين بس هو الترتيب بتاعي الكون كده في الصورة الاكبر كده ده اللي بيحصل معاك فمنتظر اعرف كده ان شاء الله لما تبدأي في رحلتك مع طفلتك الداخلية النتائج وموضوع الطفلة الداخلية محتاجة مسابرة فيه ناس بتبان معهم النتيجة من اول مرة بتواصلوا معا وفيه ناس بتاخد وقت دي ما فيهاش ثوابت لكن هي اهم حاجة محتاجين كلنا نعملها هي التواصل مع الطفل الداخلي للي مش فاهم كلامي او مش عارف يعني ايه طفل الداخلي اعمل سيرش على جوجل في كل حاجة اعرف ايه الموضوع ادخله بعد بحر واسع اصلا بشكركم دميان